السلام عليكم كاملين تكونوا بخير و على خير مرحبا بكم في قناة الشافي شام تيفي اليوم هذا طلب من بعض المتتبعين الذين رأينا كوكيز بطريقة سهلة أنا هنا أريكم بطريقة مبساطة و سهلة الزبدة لدينا 170 جرام تكون لمدة يعني تكون مرخية جيدة من قبل من تلاجة لدي جوج الساشيات فانية يعني هذا كما نأخذ الوقو لدينا 300 جرام فارين 300 جرام المكونات سترون هذا السكر 115 جرام السكر نعوضه بالسكر غو هذا السكر غو و جوج الصفر لنستعمل صفر لكي أعطي الموال لنستعمل بيضاء على مكان لنستعمل صفر نبدأ الزبدة التي خرجتها من قبل من الفريق لتطرخها تأخذ الحرارة المطبخ و تشعل الفران و تضع الفران قليلا لتطرخها نبدأ نخدمها بأس لنستعملها الزبدة لن نحركها سوف نقوم بأس الزبدة والسكر نبدأ نحرك الزبدة مع الوضع و تستعمل هذا الشكل سوف نضع السكر لنضع السكر لنضع السكر و يعطينا المضاق في هذا البراء هنا بشكل صفر و سوف نضع السكر و سنضع السكر سوف نضع السكر سوف نضعه ممتاز مع الكوكيز وتعطيه الكروكون تكارميليزة في الفران المهم إذا لم يكن أفعل هذا السكر هذا العادي نحرك هذا السكر كامل كما ترون معنا نعملها حتى تخلط هذه الزبنة جيدة مع السكر يجب أن يخلطون جيدة من هذه المرحلة وكما قلنا نستعمل هذا الباتر إلكتريك أو الباتران يعني ستعطي نفس النتيجة المهم هو أن هذه الباتران تتخلط جيدة يبدأت تخلط مع السكر جيدة حسنا نحصل على هذه النتيجة بحال هذا الشكل هذا سوف نزيد بيضة يجوز صفر البيض لأنك يعطي واحد تكتور موالي في الكوكيز هذه الزبنة جيدة من قد نزيد بيضة البيض إلى بغينة نزيد هذا الصفر البيض ونخلط هذا كامل كما سترون معنا يجب أن تكون تريد بيضة جيدة كملكة وستحق ستلاحظون أن هذا الباتران كوكيز رأيها فرنشمن سهلة اي واحد يدير هذا القطو هذا يعني ما صعبش كما كتشوفوا تحاجة ما صعبة فيه دابا خلط هاد دابا نزيد فارينا من خلطنا دابا هذا البيض مع السكور وهذه الزبدة هذي هتبقى لنا فارينا نزيدها عندي هنا 300 جرام ديال فارينا نقد نعوض شوية ديال فارينا بلا بودغ ديال النوازات ولا المكسارات ولا ديال دلوز بودغ داماند إذا نريد أن نبدل الماضاق هذه الكوكيز أو إذا نريد أن لا تكون الموالة في هذا القطو في حال ذلك نضع 60-80 جرام ديال هذه الزبدة وهذا ما سيبقى هذه ٢٠٠ جرام نكملها فارينا أو إذا نضع ١٠ جرام ديال ٢٠ جرام ديال فارينا نضع نص نص يعني على حسب الضوء كلها واحد وإذا أردت تحتى هذه الكوكيز في مختلفة قد نزيد الغبرة كاكاو وعطيه كوكيز إذا أردت كوكيز والذي يفضلهم بهذا الشكل والذي يزيد لهم وعطيه كوكيز وعطيه كوكيز وعطيه الشوكولات فلاغوسات وعطيه سهلة سنعمل بها من الأحسن سنجمع هذا كامل سترى الزبدة وعطيه ستجمعنا وعطيه لدراسة وعطيه في هذا الشكل الزبدة وفارينا ستجمعنا وعطيه وسهل كما قلنا أي شخص يستطيع يستطيع الوليداتكم حسن من هذا الذي تشريه في المجازة عمر بالسكر وعمر هنا تقلل منه إلاجكم حلو تقللوا 100 جرام أوليود 115 هذه هي العجينة سنجمعها وسنجمع الشكل الذي نريده سنجمع كوكيز يعني الكوائرة التي تكون مبسطة وتضعها في الفران هنا حاولت نغير لكم بعض الشكل سنجمع سنجمع تقريبا غاتو ماروكين وبصم بصم يجمع الشكل وهذه البصمة تتعمرها نوتيلة كونفيتو أو بلوز أو أي مكستارات تتعمرها يجمع مختلف بالشوكولات سنجمع الكثير الأشكال مع هذه كوكيز سأعطيكم هنا أفكار ونجمع الأضواء المهمة لغوثة الدباز هي هذه هنا سنجمع لهم مقطع مرسوية صغيرة ونجمع هذا مهم لأن نجمع هذا قبل أن يدخلوا في المرسوية ونجمع الشوكولات لأن نجمع أفكار لأن يكون مهمة أو تقوم بمسوية لأن تقوم بمسوية لأن يكون أفكار مرتفعة ومتع لأن يكون 65% الكاكا لأن يكون جيدا لأن يكون حلاوة هذه هي الأشكال التي تستطيع لدي بعض 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 15 دقيقة أخرج من أن يجب تجمع و تجرب لأن الطياب كوكيادورا يقوم بقسم 15 دقيقة هنا أحاول أن أعطي أفكار كامل لأن ترى و نضيف أشكال أخر دخلتهم من الفران لدي تقريبا 14 دقيقة من 12 حتى 15 دقيقة أخرج 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 ثم أخرج 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 ممتاز مع أو أخرج 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 هذه تتمنى أنها تكون عجباتكم إلى عجباتكم لا تنسون بلايك بعض الأحباب والأهل لكي تعمل فائدة وأشكركم على المتابعة وأشكركم في قناة شافي شام تيفي وتبرك الله عليكم والسلام عليكم